لو اي حد افكر ياتهمني باني اتأخرت في الحلقة دي احب اقول له ان التشيرت ده موصلنيش غير الساعة خمسة ونوص يعني انا لو كنت اتشمللت وصورت بدري كنت هطلع باي تشيرت تاني فانا يا جماعة لما بتأخر ما بتأخرش اي كلام انا بتأخر عشان افنن عشان ارسم عشان اخطط انا شغلتي شغلة مزاجة او استاذ مش لعبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو ديتبول وولفرين الفيلم التالت في سلسلة افلام ديتبول والفيلم رقم 34 في عالم مارفل السينمائي نقطة الانطلاق الحقيقية بتاعت الفيلم ده هي نهاية فيلم لوجن لان بعد وفاة وولفرين في لوجن العالم الخاص بخطه الزمني اصبح مقدر ليه الفناء واللي بنكتشفه هو ان ديتبول بتاعنا بتاع الجزء الاول والتاني عايش في نفس العالم ده لذلك بيحصل تدخل من سلطة مراقبة بدائل الخطوط الزمنية اللي هما تيفي ايه يعني بس انا بتفلسف شوية في الترجمة والتفسير غرض التدخل ده هو انقاذ ديتبول ونقله لعالم اخر اللي هو الارض 616 اللي هو العالم اللي بتقع فيه احداث عالم مارفل السينمائي اللي احنا عارفينه ولكن ديتبول بيرفض مصير العالم بتاعه وبينطلق في رحلة من اجل استبدال وولفرين بتاع العالم ده بولفرين تاني من خط زمني تاني فيا ترى ايه اللي هيحصل الجزء التالت من سلسلة افلام ديتبول كان مشروع متعثر لانه على الرغم من التسهيلات الكبيرة اللي قدموها مارفل لديتبول عشان يدخل عالمهم السينمائي ولكن كان فيه معاناة كبيرة جدا عشان نوصل لفكرة معاناة لم ينهيها سوى يو جاكمان لما اعلن استعداده للعودة لتكسيد شخصية وولفرين على شرط احترام احداث فيلم لوجن وعدم التعارض مع نهايته وعلى الرغم من تأخر المشروع في الظهور لمدة 6 سنين من ساعة الجزء التاني وده بسبب صفقات الستوديوهات ورجوع حقوق الشخصية وكل شخصيات اكس من لمارفل مما تسبب في تغيير البصلة بتاعت الشخصية اكتر من مرة فديتبول ان وولفرين يعتبر من اسرع المشاريع انتاجا من الحجم ده طبعا اول تواصل ما بين هيو جاكمان وراين رينولز بخصوص الشخصية كان في اغسطس 2022 انتو متخيلين؟ من اقل من سنتين ما كانش عندنا فكرة حتى ودلوقتي معانا فيلم وفيلم جامد فشخ يا جماعة مفيش اي مجال لانكار ده داتبول ان وولفرين جزء ثالث لائق بشدة قدر يجمع ما بين مميزات الجزء الاول والتاني واحترم ارث الشخصيات واهانه في نفس الوقت وقدم لمارفل طوق الانقاذ اللي كانوا فيه اشد الحاجة ليه طب ايه هي مميزات الجزء الاول؟ النطاق الديق والفصول المحدودة اللي سمحوا بان ميزانيته المحدودة تتصرف على عناصر الجذب الرئيسية اللي هم التعقدات والابهار في مشاهد الاكشن والكوميديا طبعا بس دي حاجة بعيدة عن الميزانية شوية دي حاجة بيوفرها راين رينولت طب هل ديت بولان وولفرين فيه المميزات دي؟ بكل تأكيد نطاقه داية وفصوله محدودة اغلب الناس اللي كانوا معنا في السينما اتفاجئوا لما جات الاستراحة اصلا وده سمح بان ميزانيته العملاقة بقى مش المحدودة تتصرف في اوجه الجذب الرئيسية اللي هتتكلم عنها كمان شوية صغيرة طب ايه كانت الميزة الرئيسية في الجزء التاني؟ ادخال شخصية رفيق الرحلة اللي كانت متمثلة في كيبل هل ده موجود في ديت بولان وولفرين؟ طبعا وولفرين واستفادة كبيرة جدا من كيفية التطوير على اللي تقدم في الجزء التاني فيلم اقل ما يوصف بيه هو انه مصخرة بطلنا بيتشارك فيه الشاشة طوال الاحداث تقريبا مع شخصية شديدة القتامة وده ما يهديش النغمات الكوميدية ده يدفعها اميال واميال للامام درس قدمه جوش برولين كان يدفع فيه فلوس لوحده على فكرة وزي ما حصل مع كيبل حصل مع وولفرين احترمناه جدا واحترمنا جديته وجدية وولفرين دي بقى تركن كيبل على جن ده تاريخ طويل وقعدة جماهيرية عملاقة بس هل ده خوف كتاب ديت بولان وولفرين؟ لأ طبعا مفيش حد عندهم كبير على الترياءة والسف والإهانة كذلك بس الموضوع كله خط رفيع تلتازم بيه الكل يطلع مبسوط تتخطط لاقي أسهم الانتقاط جايلك من كل نحية والسير على الخط ده برشاقة طوال أحداث الفيلم من عوامل السحر اللي فيه خصوصا لما نلاحظ ان الخط ده ما كان شخاص بولفرين لوحده ده خاص بكل شخصية وكل مفهوم ليه علاقة بمارفل سواء داخل الأحداث أو برا الأحداث سف وترياءة متواصلة بكل تأكيد علينا فيهم على الجزء الأول والتاني احنا أصلا بعد الجزء الأول ما كناش متخيلين ان فيه جزء تاني ممكن يعلي عليه فما بالكم لما يجي جزء ثالث يعلي على الاتنين السرف دي بقى بالتحديد بسيط قوي المواكبة حسيت للحظة ان يعمل زي برنامج قديم كان عندنا في التلفزيون كان اسمه المواجهة 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 عدى ست سنين حصل فيهم حاجات كتير قوي أغلبها فعلا يستحق الصخرية وديت بول مش هيعلي حد كله هيتقل منه يا ريس وبالأصول بجد يا جماعة أغلب النوكة اللي موجودة في الفيلم انتقاد مباشر لأمور تستحق الانتقاد وده خلى تجربة مشاهدة الفيلم مرضية جدا وفي إطار درامي متماسك عنده مشاكله في دوافع الشخصيات بكل تأكيد ولكن متماسك وحاوز أزودها كمان شوية بصراحة وأقول ان الفيلم ده نجح في اللي كل أعمال مارفل السابقة فشلت فيه وهو بيع مفهوم المالتيفيرس آه يا جماعة أنا أعنيها ديت بولان وولفرين هو أكتر عمل تعامل مع مفهوم المالتيفيرس في عالم مارفل السينمائي بشكل مفهوم وملل موضوع فان سيرفسينج على أعلى مستوى ضيوف شرف ومفاجآت لا تنتهي على أقصى درجة جنان وعلى أقصى درجة مصخرة هنا يا جماعة أنا أعتقد أنه تم تخصيص الجزء الأكبر من الميزانية العملاقة للفيلم نفسك في حد هنجيبه وحتعمل فيه اللي انت عاوزه وفي نهاية الرحلة المجنونة دي كلها ديت بول بيقدم الحل للمارفل في مشهد قال فيه كلام أنا سمعت الناس في السينما وهي بتقول وراه أو والله معك حق وضع رهان الجزء الثالث من سلسلة أفلام ديت بول وظهرها الأول داخل عالم مارفل السينمائي علم خالب وولفرين قرار ممتاز في توقيت مثالي توقيت مثالي مش للناس كلها توقيت مثالي لي أنا بالتحديد مش سر يا جماعة أنا من حسب الثمان سنين كنت أعلنت أني لا بحب وولفرين ولا بحب هيو جاكمان ولكن في خلال السنين دي الوضع تغير لأن فيلم لوجان رجع حببني في شخصية وولفرين وفيلم باد ايديوكيشن خلاني أقتنع أن هيو جاكمان ممثل كويس ولقدمه هيو جاكمان داخل ديت بول وولفرين هو بكل بساطة الصح فكرني شوية باللي قدمه راسل كرو أمام المسخرة اللي كان بيقدمها رايان جوزلينج في ده نايس جايز إدراك ناضج جدا لإمتى أنزل الملعب وإمتى أقف أتفرق لدرجة أنه في بعض اللحظات كان بيبان عليه أنه بيبتسم أو حيبتدي يضحك وأنا كمشاهد ما حستش على الإطلاق أن ده غريب كمان يا جماعة سيناريو الفيلم أبدع في تصميم الولفرين الصح اللي فيه كل حاجة كانت وحشانة وكل حاجة كنا مفتقدينها ما تقدمتش قبل كده فيه لفة صالحة جدا لأنها تنزل ميدان ديت بول وتلعب أما بخصوص ديت بول نفسه فالفيلم ده قدم إشارات لكون رايان رينولدز ممثل مش أناني أو منتج واعي قوي همه الأول هو أن الفيلم والشخصية ينجحه حتى لو هو مش هيتبروز كممثل كنت قلت في مراجعة الجزء الثاني من ديت بول أن في الفيلم ده شفنا وش ويد ويلسون أكتر من الجزء الأولاني مش متأكد طبعا من إياسي للأمور بشكل دقيق ولكن أعتقد أن في الجزء الثالث شفنا وشه أقل من الثاني ومن الأول وده لأنه غالبا أدرك أن ديت بول بيدحك أكتر وهو مش بوشه اللي بيعمله بحركة العينين من تحت الماسك واللي بيعمله بحركة الرقبة والتعبيرات اللي بنتخيل أنه بيعملها من تحت الماسك لما نضف لهم لغة الجسد وحركة الإيدين طبعا فعالين على مستوى الكوميديا أكتر بكتير من لما بنشوف راين رينولز وهو بيعمل ده كله بوشه في الفيلم ده بنستثمر ده لأقصى درجة والصراحة موضوع الماسك ده في إطار الأكشن نعمة لأنه بيسمح لأشتر بديل مخاطرات أنه يدخل جوه البدل ويشتغل وعلى الرغم من ده أغلب الأكشن اللي في الفيلم مش ملفت يظل بالنسبالي الأكشن اللي تقدم في الجزء الأول هو الأفضل بس طبعا هم كانوا بينعيشوا مشاهد الأكشن بالتسلسلات اللي بتضحك ودي كانت موجودة بكثافة وكانت فعالة جدا تسلسل الأكشن الأفضل في الفيلم موجود في الفصل الأخير بزاوية تصوير فكرني بفيلم كده مش هقوله دلوقتي بكل تأكيد عشان محرقش وبدرجة استمرارية وجنان فوق الوصف ما ظلش بقى فاضل حاجة مستنيين تسمعوا رأيي فيها من غير حرق إلا الفيلان وزي ما هو واضح في التريلرز الكتير قوي لنزله والشرير الأساسي بتاعنا هو كساندرا نوفا مشاهد مش كتيرة قوي ده وافع طوال الوقت مبررة ولكن مش في كل الأحيان مقنعة وتكسيد ليه حضوره وجذابه يعني أكيد أحسن من الشرير بتاع الجزء الأول وتحديد الشرير بتاع الجزء الثاني شيء مربك أصلا فتعالوا نقول إنه أفضل شرير في السلسلة لحد دلوقتي من العناصر الجامدة جدا في الفيلم كذلك الساوندراك الصراحة أنا مش فاكر قوي الساوندراك بتاع الجزء الثاني ولكن الأغاني بتاعت الجزء ده تتساوى أو تتفوق على بتاعت الجزء الأول أخص بالذكر أغنية اشتغلت بكثافة في التريلرز مش عاوز أقول هي إيه عشان محرقش للناس اللي ما شافوش التريلرز بس هي بتشتغل في مشهد الأكشن المتميز المجنون اللي في الفصل الأخير وبترفع من شأنه جدا وطبعا طبعا طبعا الأغنية بتاعت تترات البداية آه على فكرة أنا رجل ظالم قوي مشهد الأكشن بتاعت تتر البداية رخر جبار وصدم جدا في رأيي الشخص الجزء الثالث من سلسلة ديت بول المتمثل في فيلم ديت بولان وولفرين ما كانش ممكن يبقى أحسن من كده لما نضع في الاعتبار التعثرات اللي قبلته وجد والإنتاج وقص صاروخي ضحكت من قلبي في أوقات كتير جدا وشهقت من قلبي كمان أمام صدمات الضيوف واللي اتعامل فيهم أتمنى يصدقه ويكون فيه أفلام أخرى في المستقبل من بطولة الثنائي ده ولما نضع في الاعتبار سنهم أتمنى أن احنا ما نستناش فترة طويلة أثناء تترات الفيلم فيه منتاج رائيء قوي وجميل قوي أتمنى أنكم تتفرجوا عليه ومشهد ما بعد تترات النهاية ليه علاقة بنكتة تقدمت داخل أحداث الفيلم أتمنى برضو أنكم تستنوا وتتفرجوا عليه حاجة كمان أعتقد الناس هتحب تسأل عليها هي إيه الأفلام اللي محتاجين نشوفها قبل ما نشوف الجزء ده صراحة 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 كتير عشان نفهم القصة ونتعرف على كل شخصية ونتفعل مع أغلب النكت اللي اتقلت في الفيلم لأ شغلانا فخلونا نجرد الموضوع ونوصل للأساسي قوي الجزئين الأولانيين طبعا من أفلام داد بول فيلم لوجن مهم جدا ولو حد عنده وقت يتفرج على الموسم الأولاني مثلا من لوكي حيفيد قوي أنا كده لا قاعد بأن اللي بيتفرج حيفهم كل حاجة بس أتصور أن تجربة المشاهدة حتكون أفضل كده ولو حضراتكم ما عندكوش أي وقت غير إنكم تشوفوا فيلم واحد بس أنا في رأيي بقول لوجن تقييمي لفيلم داد بولان وولفرين هو 8.5 من 10 التقييم الرسمي لأفلام داد بول عندي منقشة الحلقة للي شافوا الفيلم أو اللي لسه لما يشوفوا الفيلم تفتكروا مارفل حتكمل في العبث بتاعها ولا ممكن فعلا ياخدوا نصيحة داد بول وده يبقى طوق الإنقاذ ليهم ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز ألف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول تابعوني على فيسبوك وإنستجرام وأكس وتيك توك وبي باي